يا دكتور مصطفى ربنا وحده اللي أنقذ البلد دي من مصير الخراب والضمار لك لخاطر المئة مليون والناس البسطاء والغلابة واللي موجودين في مصر والحكمة إلهية أنقذها تبقى إحنا حنكرر نفس المصار تاني أكرره تاني يا أهشام لا والله طيب الكلام دي زعالكم برضو دي زعالكم أني بحاجة عليك وخاف عليك من الضياعة تزعلوا مني سواء كانوا مسؤولين أو ناس مسكين شركات أو كلام من هذا القبيل ده كلام برضو ما تزعلش إلا من نفسك ما تزعلش إنك أنت تكون سبب في دمار بلدك وخربها يبقى قولت تاني التسعير وهنا بقول التسعير المقدر نحله إزاي مع وزارة الزراعة حيتكلم وإحنا كنا قلنا يا جماعة حاولوا تحولوا الدعم المقدم إلى فلوس ستحط عايزة دي للفلاح دعم في شكارة أو الاتنين تبقى للمعايير المعمول بها للفدان تم الدهالو دعم يا دكتور مصطفى نقدي دعم نقدي عشان أحرر أحرر وأمنع الفساد المحتمل في إدارة المنظومة باللي إحنا مشين فيها مش ده التجربة بتاعتنا على مدى الخمسين سنة طب هالتجربة دي مش قابلة للتصويب وده معناه مش اللي قبل مننا كانوا وحشين لكن التجربة قالت إنها لازم تتصلح نسلحها ولا نقعد نتفرج عليها كلموا الناس زي ما أنا بتكلم كده هتجدوا الناس معاكم أكتر مما تدخلوا لأن الناس عايزة المصلحة المواطن عايزة يا دكتور مصطفى عايزة المصلحة عايزة مصلحة بلده واستحمل معانا السبع سنين اللي فاتوا إجراءات صعبة جدا جدا لأنه هو حس بفترته وبذكاؤه إن فعلا فيه محاولة للإصلاح من جانب الدولة لمصرها فالتسعير حاجتين واحد بقول تاني شوفوا كل النظم الحديثة في الشغل سواء وبالعلم والتكنولوجيا تساعد في إن إحنا نحسن مواقفنا النقطة التانية اللي قلت فيها اللي هي الإدارة وأنا بقول لكم وده ممكن كل زمايلنا اللي موجودة في الشركات قطاع الأعمال يختلفوا معايا يقول لك لا إحنا بندير كويس أنا أرد عليه بحاجة واحدة إيه هي إيه هي لا لا بأمرت إيه بأمرت إيه بأمرت مجالس الإدارة اللي فلوسها بالكم على الهواء بتتكلم كده هو طبعا أنا لا بخاف ولا بيهمني اللي هي هي البلد بس ده كنبي أخافش بحد خلص العمر ده بتاع ربنا والمكان اللي أنا فيه ده بتاع ربنا وقت ما يقول لي يلا هعزم وامشي ده كلام مش مزبوط فالإدارة بتاعتنا أثبتت مشحنة بس في مصر يعني ده الدنيا كلها عملت كده لقيت أن الإدارة بتاعت القطاع العامل الأقومي مش 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 زاد كفاءة تحقق النجاح المطلوب وبالمناسبة هو ممكن تحقق النجاح لكن النجاح ده انت في مصر في الصورة الاقتصادية دي مش عايز نجاح عايز ايه عايز تفوق عايز أفز فأنت ما تنفعلش تقول لي أنا حققت مثلا 5% إلى 10% إلى 20% وده يمكن يكون إلا بأنك أنت تحوكم إجراءاتك في كل نقطة كهرباء في كل نقطة مية في كل تكلفة تشغيل تحوكمها